فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إلى غير ذلك من الآيات الآية الأولى فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون نعم الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهم السلام بالاستقامة على كتاب الله التوراة وما أوحى الله إليهما ونهاهما عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون فدل على أن من خالف ما أنزل الله فهو جاهل وإن ادعى أنه عالم والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرهون فأي إنسان يأتي بشيء يظن أو يعتقد أنه خير وهو مخالف لما في كتاب الله فإنه ضلال ولو كان يظن أنه هدى وهو شر وإن كان يظن أنه خير ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وهذا منهج يجب أن يسلكه المؤمنون في كل زمان ومكان وهو التمسك بما أنزل الله وترك سبيل المخالفين لأنهم على جهل ما داموا ليسوا على منهج كتاب الله فإنهم على جهل وعلى ضلال ترجمة نانسي قنقر